كما قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبزولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مرحل تقدم عدد من المشروعات القبرى المنفذة بالميناء وإتى ذلك خلال جولته بمحافظة دمياط حيث تابع مدبولي جهود تعزيز معدلات الصادرات المصرية من القطعات الإنتاجية المختلفة عبر ميناء دمياط وتوجه رئيس الوزراء ومرافقه عقب ذلك لتفقد أعمال مشروعي محطة حاويات تحيا مصر واحد والتي تبلغ طاقتها لاستيعابية ثلاثة ونصف مليون حاوية